في تصريح تم تسريبه من البيت الابيض ان الولايات المتحدة لا تمتلك رؤية او حلا لما يتعلق بصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفقا لمبعوث الرئيس الامريكي للشرق الاوسط جاريد نتابع هذا التقرير على عكس ما امتلأت به وسائل الاعلام وخطابات المحللين والقيادات سواء في رمالة او تل ابيب اتحدث هنا عن الصفقة التاريخية التي قيل بان دونالد ترامب جاء بها لينهي الصراع بين الاسرائيليين والفلسطينيين كما يسمونه في البيت الابيض تأتي تصريحات مبعوثه للشرق الاوسط جاريد كوشنر الذي اكد ان واشنطن لا تمتلك بعد حلا للقضية الفلسطينية مشيرا الى انه لم يتم تحقيق الكثير خلال فترة الاربعين الى خمسين عاما الماضية التصريحات التي سربت عما قاله كوشنر خطيرة اولا لانه قال انه يتفهم قرار الاسرائيليين بوضع بوابات في المسجد الاقصرة واعتبروا قرار منطقي ثم نسب للتحريض الفلسطيني سبب المشكلة هذا يعني انه يتبنى الموقف الاسرائيلي ولا يستطيع شخص يريد ان يقوم بدور وساطة ان يكون منحازن لطرف ضد الطرف الاخر لم يعلنوا حتى الان موقفا حازما بدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة لذلك عندما يقول انه لا يثق بانه يمكن الوصول الى حال هذا يدل على عدم وجود نية حقيقية ويؤكد مخاوفنا السابقة كوشنر وفي التسجيل الذي سربه احد المتدربين في البيت الابيض يؤكد انحيازا امريكيا واضحا نحو الاحتلال خصوصا بعد موقف الولايات المتحدة من قضية البوابات امام المسجد الاقصى المبارك هذا دليل واضح على تخبط الادارة الامريكية وهناك فرق ما بين وقت الدعاية الانتخابية ووقت ادارة الدولة لا شك انه الموقف الامريكي منحاز دائما لاسرائيل وما حدث في ملهو علاقة في البوابات في المسجد الاقصى دليل واضح على ان كل ما كان مخاطط له فاجأ الشعب الفلسطيني المخاططين الشعب الفلسطيني ما زال حيا وصامضا ويقف عند قضاياه بكل جدية واقتدار يظهر واضحا وجليا في تصريحات كوشنيرا المسربة ان ادارة ترامب لن تقدم شيئا فريدا للقضية الفلسطينية وهو ما يؤكد ان الحال وقت الدعاية الانتخابية ليس ذاته عند ادارة كبرى دول العالم رغم ذلك كان الابرز في التسريبات هذه وضح الانحياز الامريكي نحو كفة تل ابيب ما يخرجها من كونها الوسيط في العملية السلمية من فلسطين المحتلة حافظ ابو صبرى رؤيا